بعمالة إقليم تطوان نظمت احتفالية خاصة لتقديم حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الثالثة من مصاري المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا سيما على مستوى صحة وتغذية الأم والطفل وذلك خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل تنزيل مجموعة المشاريع في صحة الأم والطفل تقريب 11 المشاريع بكل فائج مالي 5.8 مليون ديال بدرام والذي خصص بالأساس دعم صحة الأم والطفل بالمستوى الإقليمي سانية در المل وبلغ عدد المشاريع المنجزة بإقليم تطوان منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1181 مشروعا منها 538 مشروعا خلال المرحلة الثالثة بغلاف مالي يفوق 210 مليون درهم من بينها 70 مشروعا ضمن البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمان البشري للأجيال الصاعدة بغلاف مالي بلغ 81 مليون درهم تضرف تقريبا واحد السنة تقريبا سنة الوحدة 140 مستفيدة للاستفدأة من خدمة تدار الأمومة ودلو والحمد لله هذه العمدة ما زالنا نزيده في الطريق تحت القيادة الرشيدة الفعالية الاحتفالية هذه عرفت أيضا زيارة قام بها عامل إقليم تطوان لكل من منصة الشباب باب السفلي ومركز تكوين الشباب في وضعية إعاقة بحي كويلما ومركز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة الحمراء وهي المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اشتركوا في القناة